من هنا ورايح يا جماعة حنقيم مشاهد الأكشن في أي فيلم في الدنيا على مقياس جون ويك يعني مثلا حنقول للناس بتوع كذا بلانكا أنتوا 15% من جون ويك وحنقول للناس بتوع الممر أنتوا 10% من جون ويك وحنقول للناس بتوع حملة فرعون جون ويك لو عتر فيكم حينفخكم أحداث فيلم جون ويك تشابتر 3 تعتبر استكمال مباشر لأحداث فيلم جون ويك تشابتر 2 بعد ما تم إعلان جون إكس كومينيكادو وحرمانه من كل مزايا عضوية أوتلات كونتننتل بل ووضع تمن على رقبته كمان بمعرفة الهاي تيبل جون بيحاول يستفيد من الساعة اللي وفرها لوينستن قبل تفعيل العقوبات اللي عليه ولكن ده ما بيمنعوش من الدخول في بعض المواجهات للبقاء على قيد الحياة لحد ما بيتبين أنه مش حيقدر يستمر في الصراع بمفرده فبيرجع يدور في دفاتره الأديمة بحثا عن أصدقاء ومعارف ممكن يساعدوه في استعادة حياته والحفاظ عليها وضع جون حارج جدا وكل اللي حواليه مترددين في أنهم يساعدوه خصوصا وإن أعضاء الهاي تيبل بدأوا يتتبعوا ويعقبوا أي حد يفكر يساعدوه فيا ترى إيه اللي حيحصل في مراجعتي لفيلم جون ويكت شابتر 2 وضحت أني معجبتنيش نهايته وقلت أني شايف أنها كانت كرتونية أكتر من اللازم ومع ذلك لما دعيت للمناقشة حول فرص الجزء الثالث في الحفاظ على نجاح الجزء الأول والتاني وفي واحدة من المرات الأوليلة اللي بشارك فيها برأيي في المناقشة قلت أني معنديش أي شك في أنه حيحافظ على النجاح ده ولكن اللي ما كنتش متخيله هو أن الطرحين دول حيبقوا مرتبطين بقوة الجزء الثالث في سلسلة جون ويك ما عندوش حبكة منفصلة هو بمنتهى البساطة استكمال لحدودة الجزء الثاني وهنا ضروري أوضح أن متابعة الجزء الثالث مش هتبقى سهلة للي ما شافش الجزء الثاني إحنا حرفيا بنبتدي على بعد لحظات من النقطة اللي سبنا فيها الأحداث آه نفس النقطة الكوميدية اللي تبيننا فيها أننا عايشين في عالم كل اللي فيه قتل محترفين بس المرة دي ده ما شكلش مشكلة بل ممكن يكون غير ملحوظ أصلا بمنتهى البساطة لأن الفيلم نجح في نقعنا داخل عالم الجريمة الخيالي ده وده مش بس ساعد في تدفق المواجهات العنيفة اللانهائية ده كمان قدم التباين ما بين العالم اللي جون متورط فيه والعالم اللي كان نفسه يعيش فيه وأنا دلوقتي لا بخمن ولا بتفلسف ده اتقال داخل الفيلم بشكل واضح أكتر من مرة وبأكتر من طريقة أنا بس مندهش إزاي نقطة النهاية الخيبانة بتاعت الجزء التاني شبكت بفاعلية عالية جدا مع كل الخطوط الأخرى عشان ترسم بنية تحتية محترمة جدا للدراما بتاعت أحداثنا وما تفهمونيش غلط أنا ما كنتش داخل الفيلم ده عشان أدور على الدراما أنا كنت قاطع تذكرة لحضور أجمد حفلة عنف السنة دي والحمد لله فلوسي طلعت حلال أجمد حفلة عنف في السنة ده بالضبط اللي تحولت له سلسلة أفلام جون ويك يا جماعة مش بس الأكثر ابتكارا والأكثر إقداما على المخطرة والأكثر رفعا لسقف التحديات والأكثر إمتاعا وترفيها للمشاهد ولكن دلوقتي بقى من الآمن أني أقول أن السلسلة دي بقت بترسم الخريطة لتصنيف الأكشن في الصناعة كلها بقت بتملي مشهد الأكشن الكويس المفروض يبقى عامل إزاي زي ما يكون فيه مجلس من الأصدقاء بيجتمعوا ويقعدوا يحطوا تحديات في شكل سيناريوهات مجنونة لتشات ستاهلسكي عشان ينفذها تقدر تقنع المشاهد أن فيه راجل ممكن يهزم المنافس بتاعه اللي قده مرتين باستخدام كتاب تقدر تصمم مواجهة كلها رمي سكاكين في مساحة عرضها 2 متر تقدر تنفذ مطاردة ما بين عصابة على موتسيكلات وراجل على حصان طب حرب ما بين جيش واتنين متسلحين فقط بكلبين مين ممكن يفكر في الحاجات دي ومين يقدر ينفذهم بدرجة الجودة والإقناع اللي موجودة في أفلام جون ويك واللي بتعامل التحديات دي زي ما تكون العادي يعني لا شفنا مشهد منهم بالتصوير البطيء ولا ببناء نفسي حاسسك أن أنت داخل على حاجة ما شفتش زيها قبل كده يعني كمية تحديات مبهرة موجودة في لحظات ولمحات بتاخد على الشاشة ثواني ومرميين على الشاشة كده اللي هو بربشوا بعينيكم بس ومش حتشوفوهم ومع كل ده ما أقدرش أقول إن الجزء الثالث بيتفوق على الجزء الثاني لا في مشاهد الأكشن ولا في القصة وتطورها هو بس قادر يحافظ على نسبة الانتعاش المطلوبة على الصعيدين بعد ثلاث أفلام في الجزء الأول إحنا تعرفنا على جون ويك ومهاراته في قصة انتقام في الجزء الثاني تابعنا صفات جون ويك الاحترافية في مهمة وفي الجزء الثالث بنشوفه هو بيحارب عشان حياته وبناخد غطس أعمق شوية فيما يعرف كيانه ويدفعه للاستمرار مع ولاء كامل للواقع اللي بيميزه عن الآخرين هو محارب رائع بكل تأكيد وعنده نطاق واسع من المهارات بس اللي بيخليه دايما يخرج منتصر هو إنه صاحب تركيز والتزام وقوة إرادة ده بنشوفه فيه أوضح صور وفي الجزء الثالث من خلال سيناريوهات المواجهات وطبعا من خلال التكسيد بتاع كيانه وريفز لإنه مفيش ولا مرة بيدينا تعبيرات واحد واثق من الانتصار رغم إننا نفسنا عارفين إنه حينتصر بنسبة 99.9% كمان في الفيلم ده بنشوف عالم قتلات الكونتيننتل ونظام حكم الهاي تيبل وهو بيكبر ويتوسع المرات دي على سبيل المثال بنشوف نظام قضائي بيورينا السر اللي بيخلي العالم ده شغال من غير ما حد يتجرق إنه يكسر قواعده وهي دي العوامل اللي كانت مخلياني متأكد إن الجزء الثالث مش هيخيب ظني ومخلياني متأكد من دلوقتي إن إن شاء الله الجزء الرابع كمان حينجح بشكل كبير الجزء الثالث من سلسلة أفلام دون ويك هو كل حاجة كنت أتمناها بتبني على نجاحات السلسلة وبتقبل تحديات جديدة تحديات بتصعب الاعتبارات الفنية والتقنية إلى أقصى درجة وتخفف من أثر أي لحظة إخفات يعني مثلا كل ما هو متعلق بشخصية صوفية اللي جسدتها هالي بيري ما كانش على نفس مستوى كل حاجة تانية في الفيلم في رأيي حتى تضارب مشاعرها ما قدرتش أستوعبه وأتواصل معاه ومع ذلك الفيلم برضو رفض إنه يسيب المشاهد محبط من زاوية زي دي ودانا جواها هدية متمثلة في تسلسل أكشن طويل ومعقد من بطولة كلبين تقييمي لفيلم جون ويك شابتر 3 بارابلم هو تمانية ونص من عشرة آه الجزء التالت من أفلام جون ويك مسجل 85% على مقياس جون ويك ولا حتى أفلام جون ويك نفسها تقدر تسجل 100% على مقياس جون ويك ونقشة الحلقة المرة دي مش عن امتداد نجاح السلسلة ولكن عن امتداد السلسلة نفسها تفتكروا الجزء الكام في سلسلة أفلام جون ويك هيكون الأخير ياريت تسهموا برأيكم في الكومنز ياريت تعملوا شارو ولايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التندهات عشان تكلكم الحلقات أول باول وتابعوني على فيسبوك وتويتر وبي باي